أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين يعملون الصالحات أن لهم أجوا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة اعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا واجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل واجعلنا آية النهار مرسرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان أنزمناه طائره في علقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي بنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القرول فدمرناها تدبيرا وكم أهلكنا من القرول من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا من كان يريد العادلة تعجلنا لهم فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلى مثموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشهورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاه ربك وما كان عطاه ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذنوما مخذولا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أفل ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفط لهما جناح الزل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما رب ياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأبوابين غفورا وآت ذا القربى حقا والمسكين وابن السبيل ولا تبثر تبثيرا إن المبثلين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تتعيدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسر فتقعد منوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا مصيرا ولا تقتلوا أولادكم خشية إلا آقا نحن نرصبهم وإياكم إن قتلا كان قطعا كبيرا ولا تقربوا الزلا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطالا فلا يصرف في القتل إنه كان مرسوا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقصص المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفهاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرط الأرض ولن تبرغ الجبال طولا كل ذلك كان سيء عند ربك مكروها ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدعورا أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناسا إنكم لتقولون طولا عظيما ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا قل لو كان معه آية كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرف سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهم وإن من هذا شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما وثورا وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم مكنة أن يفطهوا وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إلا تتبعون إلا رجلا مسرورا اوظر كيف طابوا لك الأمثال فضلوا فليستقيعون سبيلا وضالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا قل كنوا حجاة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغطون إليك روسا ويقولون متاهون قل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتغنون وتغنون إن لبثتم إلا قليلا